مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك كثفت إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة جولاتها الرقابية على الأسواق المختلفة في مملكة البحرين وأشار السيدة عبد العزيز محمد الأشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد بأن إدارة التفتيش حريصت على مواصلة جولاتها التفتيشية على الأسواق والمحل التجارية التي تشهد إقبالا متزايدا خلال الشهر الفضيل وقبل حلول عيد الفطر المبارك للتأكد من وفرة السلع وعدم ارتفاع أسعارها حيث تم خلال الزيارة إلى السوق المركزي تم التأكد من وجود وفرة في الفواكه والخضروات ولم يتم رصد أي مخالفات حول الأسعار وأضاف الأشراف بأن الزيارة لسوق اللحم كشفت أيضا عن وجود الأصناف المتعددة من اللحوم وهناك إمدادات مستمرة لها خلال الأيام القادمة بما يبشر باستمرار إمداد السوق بها وبالأسعار الطبيعية لها وبالوفرة المطلوبة موضحا الأشراف بأنه تم التركيز على محل بيع الملابس والعطور والأحذية والحلويات البحرينية حيث تحقق المفتشون من صحة العروض الترويجية ومن تطابق الأسعار الموضوعة للسلع دون رصد أي مخالفات تزامنا مع قرب عيد الفطر المبارك نقوم بتنفيذ زيارات تفقدية على الأسواق والمحلات التجارية والتي تكون لها قبال كبير من قبل مواطني ومقيمي وزوار مملكة البحرين خلال هذه الفترة مثل محلات بيع الملابس والحلويات والأسواق المركزية وغيرها وتهدف هذه الحملات للتحقق من التزام المحال التجارية بالأنظمة والقوانين المعمول بها في وزارة الصناعة والتجارة والسياعة مثل عدم الغش التجاري والتلاعب الأسعار وعدم القيام بعروض تروجية أو تخفيضات غير مرخصة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين بالإضافة للتأكد من توافر جميع السلع والمنتجات المطلوبة خلال فترة العيد والتي تلبي احتياجات المستهلك وبالخص المواد الغذائية الرئيسية كثف دلالة التفتيش حملاتها الرغابية في مختلف محافظات المملكة تزامنا مع قرب عيد الفطر المبارك وكما شوفون أمامكم متواجهين في حد الأسواق المركزية للتأكل من وفرة المنتجات الأساسية ومرغبة أسعارها والله الحمد توافر في السلع بمختلف الأسعار